فرقة الأهل السنة دي البداية بخسارة السوبر الإفريقي ثم الفوز بالسوبر المصري ثم الفوز بالعين ثم عرض في الشوت الثاني أمام سيراميكا من أفضل ما يكون والفوز بخمسة مقابل اتنين شايف الأهل ازاي؟ فيه أخطاء تم علاجها فيه لعيبة اتحسن مستواها فيه لعيبة بشكلها صعب تكمل مع النادي الأهلي شايف الدنيا ازاي؟ شايف كولر ازاي؟ أنا تبع كولر من ساعة ما جاء كنت بحلله مبارياته كلها ده صحيح احنا مررنا بظروف صعبة يا كتن شبير يمكن لعبنا السنة اللي فاتت هكلمك عن السنة اللي فاتت بس عشان بدايتنا ايه اللي حصل لها؟ نعم انت لعب السنة اللي فاتت لعب السابعة 64 مباراة نعم من الآله اللي لعب 64 مباراة 64 مباراة منهم مباريات كاس عالم الأندية منهم مباراة أفريقيا 16 أو 18 ساعة يعني أنا حسابتها حسابتها كل 40 يوم في عدد المباراة صعوبة جدا صعوبة قبليها لعبين 8 مباريات حوالي في 19 يوم برضو كل يومين ونص نعم انت تعبت جدا صح الموسم اللي قبله 56 مباراة انت لعبهم في الدوري وفي الموسم اللي قبله ولضمت الموسم بالموسم نعم بدأت عاوز تاخد أجازة فتاخد أجازة ازاي تاخد أجازة هل تاخد أجازة وتضحي بالبطولات الأولانية اللي انت عندك ثلاث بطولات في أسبوع ولا تبدأ تتدرج ولا تبدأ انا بكلمك على كل روتفكيره كمدرب انا بكلمك كمدرب هو عمل البنين اللي هو ايه قال يمسك العصير من النص بلا انه يدي أجازة ما تكونش طويلة وما تكونش قصيرة الناس قالوا عليها طويلة هو عنده تسع بطولات شالوا منها بطولة كان عنده تمام ببطولات السنة اللي جاية فلازم البلان بتاع السنة بتاعه مع مدربه مع مخطط أحماله ان هم يشتغلوا على ثمن بطولات في السنة ها انت مش شايف ان الأجازة كانت طويلة زادة على لازم شوية؟ لا طبعا بس فترة التدريب قبل المباراة تاعت السوبر كاتق العيل هو اشترى كافتن السنة كلها اشترى السنة اه طبعا اشتضحها ببطولة انا بقولك لا طبعا عايز اقولك حاجة مباراة الزمالك دي نعم ارجع لها مباراة الزمالك الأولانية ولا انت كويس ولا هم كويسية بس هم كمان ولا هم افضل منك روح بس اه ماشي اه جاري نعم لكن في الاخر انت قسرت البنان انا اللي همني في رئيتي انا اللي همني في رئيتي طبعا احنا ماتش السوبر المصري كله كان سعيد بأداء الفرق خصوصا نشوط الأول مضيع عربعة جوان مؤكدك معانت الفترة اللي هي الرجوع فترة الرجوع يا كابتن فترة الرجوع كان لازم المباراة الأولانية بتاعتك هيحصل فيها كده لان انت بتتكلم على موسم مضغوط جدا نعم على العموم انا شايف في الناد الاهلي وصل للمرحلة الجيدة يعني انت لعيبت قدام العين العين فرقة تقيلة العين فرقة قوية قام الجاري عندك كويس او محترفين ولكن الجمهور العظيم بتاعك هو اللي حاسم الأمر هو حاسم لك الأمر هو نقطة حاول وقع عملك 40% نقطة حاول أكتر يعني وقع عم 40% أكتر من 40% ولكن قادر أقولك انت أنا سعيد وفيه قرار عجبني بدخول الكابتن محمد رمضان الجهاز طبع طبع ده من أحسن القرارات اللي حصلت طبع وكل الحب لكابتن خالد بيب ولا أقدمه لا طبع لكابتن ساد عب حفيز طبع لكن أنا بتكلم أنه ليه إحنا يمكن أكتر ناس نفهم الأمر ده يمكن علشان هو اشتغل معنا يمكن أنا من أكتر الناس اللي أعرف قريبين منه لأنه اشتغل كمان معنا كمدير كرة وأنا بلعب واشتغل مدير قطاع الناشئين وأنا شغال نعم وغير كده أنه أعرفه كويس وعارف فكره الكويس نعم فهيعمل طفرة كويسة أو هيساعد كولر مساعدة جيدة جدا أنه هيفضل الملعب متفاعل بالنسبة قديس سنة دي بالنسبة لفرية الكرة قديني بدأنا إحنا إنت إنت بدأت بشكل جيد جدا نعم البطولة بتاعة الزمالك نعم رغب أن هي كان بالبنالتي نعم أقدر أقول لها مكسب نعم ولكن ماتش العين ماتش على أعلى مستوى فاني صحيح اللعيبة كانت حاجة كويسة أو الواحد كان سعيد جدا بأداءهم ماتش سراميقة كانت تابع التوابع بتاعة المباراة العين نعم والنشوة والفرح بتاعة اللاعبين شوط الأولاني كناك وحشين جدا صحيحنا لإيه لأنه بلما خلصنا من النشوة بتاعة المباراة العين بدأت أنت تلعب سراميقة بسرعة جدا عجبك وسامة أبو علي جدا شايفوا المهاجم النموذج للنادي الأهلي بسرعة رد عليها بسرعة أول هو النموذج للنادي الأهلي بس طيب الكهرباء شايف أنه نقدر نستفيد منه أكتر من كده والله أم أدرة يعني أنا أنا عاوز مهاجم تاني يبقى لو كهرباء مسحاش في الأمر ده يبقى لازم تجيب مهاجم تاني أمم عشور يعني أتمنى أنه يتعد لأكتر من كده كمان يتعد لأكتر من كده يعني في حتة البص السريع البص السريع اللعب الجماعي اللعب الجماعي أهم حاجة الحاجة التانية اللي أقعه كتير في الملعب حبهوش يقعه كتير في الملعب